نظمة النقابة الوطنية لصحفين تونسين البارح وقفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بإطلاق صراحة صحف زياد الهيني محامي الزميل زياد الهيني أكد في تصريح المزايا كفام أن النيابة العمومية قررت إصدار بطاقة إداع بالسجن في حق منوبه وفي انتظار إحالة نهار عشر جام في الجيري على أنظار المجلس الجناحي من أجل جنحة الإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي على معنى الفصل 86 من المجلة الاتصالات من جهة تؤدين رئيس النقابة الوطنية لصحفين تونسين زياد دبار القرار القاضي بإداع صحف زياد الهيني بالسجن واعتبر أنه يترجم التعصف في استعمال السلطة القضائية والرغبة الواضحة في التنكيل بالصحف زياد الهيني وإسكاة أصوات كيفة الصحفين وترهيبهم وفي قوله لعموم الصحفيات والصحفين والتونسيات والتونسيين لنقر الفاتحة على العدالة التونسية اليوم اليوم لازلنا نقر الفاتحة على حاجة اسمها مرفق العدالة التونسية اليوم ما زلنا متبدل شيء ما زلنا عدالة المسؤول ما زلنا عدالة الوزير وعدادة زوج الوزيرة ما زلنا عدالة الفقير والغني وعدالة التنكيل بالصحفين الزميل زياد ما أجرمش على كلمة قالها حب يعبدوه جنح وهذا بداية إضافة إلى الخرقات الإجرائية إضافة إلى التعصف في استعمال السلطة الدعوة مفتوحة لعموم الصحفيات والصحفين يوم الأربعاء اجتماع عام إخباري لتدارس الوضعيات وتدارس الخطوات الممكن نعملها اليوم المسألة أخطر ما تتنسوا والمرحلة لو صنناها اليوم مرحلة من العبث مع عمرنا كان صنناها في تاريخ الجمهورية التونسية 75 65 ولا 65 عام استقلال ما وسناشت مرحلة من العبث بجهاز العدالة كما اليوم في ذات إطار الرابط التونسية للدفاع عن حقوق الأنسان تعتبر أن تتبع زياد الهيني خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والتباع والنشر يمثل خرقا قانونيا صارخا كما تعتبر أن قرار الاحتفاظ به ثم إداعه بالسجن يهدف إلى التنكيل به ومعاقبته على تعبيره عن مواقفه وقراءه المتبينة مع السلطة القائمة وكبار مسؤوليها هذا وعبرت عن إدانتها الشديدة لتواتر تتبع الصحفيين والإعلاميين على خلفية القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية الصحافة والتعبير مرويان عشوري بطاقة إداع بالسجن في حق زياد الهيني هتنرجعوا لي نبسطوا شوية الأمور شا عمل زياد الهيني بالضبط؟ قتل روح؟ لا هدد بالقتل بالعنف؟ دعائي للإقتتال؟ لا فما جريمة إرهابية في الموضوع؟ لا شو عمل بالضبط؟ قال كلمة في سياق معين اللي هي تفيد لغالبول تفيد تشنج هل أنه اليوم أصبح من يتفوه بكلمة مهما كانت؟ ما غير له فيها لعنف لدعوة إلى القتل لدعوة إلى الإرهاب لتمجيد لإرهابي لحتى شيء؟ أصبحت بهذه البساطة نحطوا صحافي في الحبس؟ هذا وليد اللي يجبنا نستنسوا بيها هذا الأفعال والإجراءات اللي يجبنا ما نقولش نطبعوا معاهم ولكن نستنسوا بيهم بخاطر وليد تصير هكا الأمور يعني أنت يقول حاجة كلمة في الرجوع الصباح يعني أنت يجيوه ويتهز ماضي ساعة يعني أنت شوف السرعة السرعة البرقية يعني أنت في تطبيق هالإجراءات اللي العدالة التونسية والنيابة العمومية راتها صالحة نظرا ممكن للخطر الدهم الذي يمثله زياد الهاني على أمن الدولة ولا منعرشه ولا على الصرح الصرح الأخلاق قوي اللي الدولة طارحة على نفسها أنها الدافع عليها شوف الكلمة اللي قالها زياد الهاني في الراديون تتقيم تتقيم في إطار مهني يعني تقيموه زملاء ويقيموه اللي يخدموه معاه يقيموها قيموه قيموه عرفو يقيموه ما نتصورش أنا وأنه الكلام اللي يتقال في الراديو يلزم يكون معناها من محل متابعة ومن أولويات النيابة العمومية في تونس ولكن نمشيه في التمشي هذا بطاقة الإداع أخي ولا تتعمل بالسهولة هذية معناها في تونس رأى مرة أخرى يجب أن نذكروا الناس وأنه بطاقة الإداع رأى فيها ضوابط في ضوابط قانونية واللي هي فما إمكانية بش سيد يهرب وإلا فما إمكانية أنه يأثر على القضية اللي قاعدين نبحثوا فيها بمعنى تمس معالم جريمة واللي يمفصل خطر مباشر على المجتمع معناها كي نبدأ شديد إرهابي والحد الآن معناها مزال متهم بأنه يحذر مثلا في مخاطط إرهابي في الأثناء ونجبش خليه يدور في الشارع هذا معقول هذا ما رأى من الضوابط المتع بطاقة الإداع أنه هي منهم اللي تطبق على زياد الهدي أنا مراش الحقيقة حاجة أخرى خلينا في المسألة القانونية يا أخي مرسوم مية وخمستاش مية وستاش أعملوا مرسوم جديد قولوا رمض نحاو خلي تبدأ الأمور واضحة على الأقل هذا ما قوانين اللي تطبقوا على الصحفي مرة أخرى هات سيد ينعاودوا للي مزال مفهم مشتاوه على خاطر اللي مزال مفهم مشتاوه يعني أنه يظهر لي عن سوق نية متناشا مش تكون حاجة أخرى راهو الصحفي ما هوش فوق القانون راهو يتحاكم الصحفي ويعاقب ويخلص اخطي أولي اللي تحب أنت أما كيما عدد من المهنة الأخرى فما قانون يخص مهنة الصحفي المطلب الوحيد هو تطبقوا القانون ذاك معنات هنا ما نفهمش زادها راهو كيفاش الجمهورية الجديدة مطاع المقاربات الغير تقليدية تستجلب في قوانين بالية من 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 Medical إن نستجلبوا في القوانين هذوك من قوانين القار على أساس نحن جمعت الثورة صحاح هل هذا يستقيم حتى ذا كل على جنب في انتظار إحالته يوم عاشرة جانفي يعمل عاشرة يام معناها حبس أكثر هذا على افتراض وهذا ما نتمنيه أن المجلس الجنيح يقول تفضل برا واحد القضية متواصلة ولكن نقعد في حالة صراحة هذا ما نتمنيه مروان الصرحة اللي تحكي عليه اللي اهتز بكلمة زياد الهاني ما فيه الشخص واحد عاقل يقول يا جماعة يجا نهديه شوية الموضوع رو ما يستهلش رو مش إلى درجة كونه نوقفه إنسان على كلمة ما يلها معنى قالت في إذاعة هذا اللي رجعنا الكلام اللي كان يقول فيه وسمعت هنا زينبت ولكلام اللي كان يقول فيه زميلنا الصحفي والنقيب زياد دبار ذاك عليش قال لك نقرأ الفاتحة على العدالة تونسية على خطر الكلام اللي قلت وانتي توه وليد هو دور القاضي النيابة العمومية اللي هي تابعة وزارة العدل ناشم تعمل اللي تحب وحقها ناشم السيدي انا انا ريت ريت وانه في الكلامة ذايا ثم تعدي وثم مس بسمعة شخص وريت وانه فما ويعد وتبدأ تحرر كما تحب خدمتها النيابة العمومية في آخر الأمر انها تعمل حويش كما كاك ولو انه كنا نتمنى وزارة النيابة العمومية تسمع تسمع برش حاجة خرين مدام يتسمع ومدام الحالين الراديون ولا تلافز فان برش حاجة خرين يتسمعوا زارة ولكن لا علي اللي المفروض يلعب الدور هدايا هو قاضي التحقيق هو القاضي اللي المفروض هو يكون الحكم بين النيابة العمومية والسيد زياد الهين المتهمة وهكا ولا رأوا معناتها ابسط الاشياء من المفروض القاضي يقول بشوية جماعة فما قانون منظم للمهنة الصحفي شو تفضل سيد النيابة العمومية شنية كود متاع التليكوم مجلة الاتصالات مجلة الاتصالات وفصل منعرش شنية وكذي لا لا السيدة ذي صحفي ويزاول في مهنة الصحفي والكلام اللي قالوا في اطار متاع المهنة هذي دونكن تبقوا مية وخمستاش مية وستاش هذي ابسط الامانة هذي ممش موصناش معنتها القاضي يعني شجاع ولا متشبع بقيم الحرية التعبير وحرية الصحافة ويقول شنية القضية هذي كلها اصلا راول الدافعي الضرائب ما همش يدفعوا في الضرائب ويخلصوا فيها ويخلصوا في النيابة العمومية باش يحطوا زياد الهاني في الحبس هذي هذي القانون اللي تحبوا تطبقوه راول مش هو مش هذا اللي يلزموا يطبق هالتطبقوا المرسوم مية خمستاش مروان واعذرني على على الايطالة والتشبث في الموضوع هو ذاته يستحق بالفعل لكن اليوم انا السؤال اللي نسأله لك وصراحة خمامت فيه برش شنو دورنا اليوم كوسائل اعلام اليوم شنو مطلوب مننا بالضبط معناها في هذا في هذه الظرفية في هذه الظروف الاقتصادية اللي نعرفوها ناس كل تمر بها وسائل الاعلام في هذا الظرف كذلك المشحون من من النيابة العمومية ومن السلطة التنفيذية او الوظيفة التنفيذية في مراقبة وسائل الاعلام وفي التشديد عليها بالضبط شنو دورنا اليوم انا يظهر لي الساعة كدور كدور اولي الحاجة الحاجة اللي ينزمنا هاي الزمنة نعملوها هو اننا نتقبلوا هاته الرسالة بداية العام هذي خاطر رأي رسالة رأي شوف هيا نظام يعمل هكا هيا فما زوز فما زوز حلول يأما فما اه درجة اه كبيرة من 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 الاهمال من الاهمال اللي تخلي معنات هذا تنجم تكون هذا كل في اطار نوع من المبادرة الذاتية من الاجتهاد الشخصي وهذا رأي ما يجيش وهذا رأي فضيح وإلا هذا كل يعني معمول بالذمة وفهم رسالة للنسكل وهو الارجح لأنه كان جات الفرضية الاولى رأي فماش كون وقف الامر عند حده يعطيك صح الارجح هو انها رسالة ويحجان في بطاقة ايديع في حق زياد الهاني عبرة لمن يعتبر من الاخر وبالتالي دورنا هو انه المطلوب مننا على الاقل هو انه نكون يعني الخطاب الرسمي كما تم كما كما صار منذ خمسة عشرين جولية مع الاعلام العمومي يزب الناس كل تولي كاك او المطلوب او المرجو على الاقل هو انه نجي يقدم الميكرو هذة ونقولول يا رأي مفهم مش ازمة بتحلي مش صحيح اه نجي ومع عش نقول وراو فما على الدولة التونسية نعود الخطاب الرسمي كما نكتفي نكتفي بالرواية الرسمية ونكتفي بالبلغات و الشوية اللي قاعد يخرج قطرة قطرة هذا كمان بالضبط شكرا شكرا لك ماروين عشور لك نخرج فاصل بعد لحظات قراءة في عناوين الاخبار اللي بشنسموها بعد ساعة من الآن عناوين النشرة المفاصلة مع سهيل السمعي محسين معكم نكتفي لما يكتفي أخضرت لما يكتفي لما يكتفي لما يكتفي شكرا 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 بالعب والعريس والباجا والكلب الحكم مختار علي الاتحاد بن جردان قواف القفص الحكم حسين بالحاج علي ستاد بشيكون معفى في المجموعة ثانية الاسبرانس السيابي الحكم عبد السلام ماني السياس مستقبل المرسع الحكم او الاتحاد المنستيري الحكم مجدية باللغة المتلوي مع القناوية الحكم اسامة شريت اتحاد الطوين معفى من المقابلات طيب مزيني لاعب النادي الافريقية هبت بيان في صفحته في فيسبوك بعض الاخبار يتحدثت على رفضه لاعب مقابلة ضد الملعب التونسي بعد ما توجد اسمه على بنك الاحتياط اكد انه مرتاحة في الفريق ويستعيد لاستعادة صحته يستعد لاستعادة صحته بعد ما كان غاب على المقابلات الماضية الاسباب صحية ايضا بعض الكلام اللي خرجت حاول ايدم قرب وخلافه مع المدرب محمد الحاج علي في المقابلة الاخيرة اللاعب هبت بلغ غيرنا صفحته في انستغرام وقال انه يعتذر من جمهور النادي الافريق وانه قام مجهودات كبيرة بشعود بعض الاسابة لكنه القارح واحتياتي واكد انه العديد من الناس يتكلم في الموضوع دون ان تعرف كل الكواليس والحقائق بخصوص الملف هذا في الامريكا تهدف رابط الاول رفيق الكاميرج يمظل يوم عقد حتى النهاية الموسم مع مستقبل المرسى في الولادة البيضاء تم تعيين عبد مجيد برناكي كمودة رئيس جديد للفريق في ظل الوضعية الصعبة لرئيس النادي سعيد ندنسيين الموجودة في الايقاف في المغرب اهم ما تشويت في العالم في البريمير ديغ 8.5 ويست هام مع برايتون في الليغة كاريلك 9.5 فالانسيا مع ذي ريال في كاسي تاليا 9 تعليل الميلان ايواجه كاري ريال ايكو اسبورت اخبار تلقاه مع السيت راديو ايكس بخصفان بوان كوم اجمل تحييات اسلام المد ايكو اسبورت في بالك اللي تنجم تعمل لابلات وتستعمل لانترنت تبرتاجي ستوريات وتابعت مساجر فاردواق مع أوريدو والأول مرة في تونس فولتي التكنولوجي جديدة تخليك تحكي وتكونكتي فاردواق وبأحسن كاليتي عالغيزو كارجي أوريدو تطور عالمك موسيقى 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 او أن السبب المفكر موسيقى جيو ديو بنسبال أشخاص اللي عندهم إعاقا 91% منهم اليوم تقاهم معطلين أو كاريمن بلوكي في لأكسي متاحهم اللي علم لجيو ديو بيان سووان مانتا فيغلب الحالات على خاتر لمنات مومش عدابتة للي بزوان متاحهم. مع PLAYABILITY لجوار يوالي هو لمنات، لابوا متاحو، للموذم متاحو وليجوستيك متاحو الفوتويل وما بيدهم يسون ليسوا عن عام taşون المجان، هذا يمكن أن تتراقل للموسول الوالي هو ليسو مطلع للموسولة للموسيل نطلع نجم تدرج على تفرأة البتاح المجانين في ليسوالي هوين فهمية المالية في بعض الأسوال ليصلك وبتحوالي ليسوا في صفحات سوالي إذن بإستان إطابة سنانة الأسوال على سطلق الموجودة فيه غير مالي هو ما مند من الطابق سنانية أو بنسبالي عندهم لكن بإستان الأسوال معهم دي زنبانشون تي صحا فاس دايور بميدالية ذهبية في الكونكور لابين اليوم غراس الانبانشون هذية لجو فيديو والا اكسسيب للا اشتركوا في القناة تطور عالمك رجعنا معكم في لماك اكسبريس وموصين معكم في قراءة لأهم الأخبار خبار جلب الانتباه في فترة نهاية السنة الإدارية ونسمعوه الخبار يهم مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السماعي البصري عقو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السماعي البصري ليكا هشام سنوسي قول ان الهيئة لقت باريد الكتروني من كتب عام الحكومة يعلمها فيه بإيقاف وجور جميع اعضاء المجلس بداية من شهر جامفة الحالي واوضح سنوسي في تصريح الوكالة التونس فريقيا الانباء ان القرار هذه ليطال موظفي الهيئة وانما اعضاء مجلسها فقط اللي هما ثلثة متقعدين وملحق وعضوين مباشرين اثنين واعتبر انه هذا الاجراء ضريبة تدفع عليك بسبب دفاعها عن استقلاليتها وعدم انخيراتها في سيست الولايات على حد تعبيره نحكيه على ايقاف وجور جميع اعضاء المجلس بداية من شهر جامفي بمعنى اللي هما زوز بالضبط دوك عضوين مباشرين اثنين هتر الاخرين الاربع عضاء الاخرين ثلاثة متقعدين والملحق ياخذ في جرايته من عند الجهة اللي الحقته مش مش ياخذ في شهرية من عند الهيقاء ثم كان نزوز اعضاء المباشرين هذية مرة حاجة اخرى راني نحكيه على مجلس الهيئة مش اعضاء اللي يخدموا في الهيئة الموظفين ياخذوا شهرهم بصفة عادية وتصحيح صغير الكاتب العام متاع الهيئة مش متاع الحكومة لانه الحكومة ما عنديش كاتب عام قعد المنصب شاغل كيما عدد لا يحصى يوم من المناصب اللي قعدت فارغة هو شوف انا الخبر هذي يبقى في حد ذاته هو وما هوش حاجة يعني اه مش حاجة صادمة انا اللي يجلب انتباهي اكثر هو انعدم التام متاع متاع الرؤية متاع البرنامج في المسألة هذي قدش عندها طول هاي كان من المفروض انه يتم تعويضها بهيئة اخرى تعنا بالشأن السمعي والبصري وهذي موجود ايضا في اه في كان منيش غالط في الدستور متاع اله متاع اثنين وعشرين متاع خمسة عشرين جويل هي من عندها في عزمة نخدمه على المسألة الهيكلية العميقة هاو كان نعملو في نعملو في هال في هال كيش كيش سميهم المانوفر نستهدفو بهم نستهدفو بهم الهايكل اللي اه مهيش اعتبرنا وانها مهيش تابع المصار ومهيش ماشية مع الريح الريح السياسي اللي يهب على تونس منذ وخمسة عشرين جويلية مش مش متعاونة بالطريقة اللازمة مع مع النظام الحالي فبالتالي ما نخليه قراراتها بدون بدون تطبيق نسميو لها معناتها كاتب عام اللي ما عندو حتى علاقة بالهيئة وبيعمل الهيئة ونعملو معنتها اه كيفاش قولو معناتها نحاولو نحاولو يعني اه نحيدو الهيئة من الداخل عن طريق عن طريق المنصب هذية ام بعدا نوقفو الشهاري معناتها معناتها معنات اخلاقيا كاجراء معناتها مشكوك فيه جدا اه هذا الكل على خاطر ما نحبوش نعملو نحبوش نخدموه لخدمتنا كما يلزموا قولو زيدي الهيكا في تكوية في تركيبتها الحالية بمجلسها الحالي اه شكر الله وسعيكم ورانتها ومش نتعديو الى الهيئة الدائمة في المسألة هذية ونكملو معنتها من 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 الممارسات هذية ونكملو اه كل ما كل ما تتكلم الهيكا ما تنقولو لها والله يري مطعون هي في شرعيتها ومطعون في دراش نوة ونكملو من المشكلة متعليزية والهيكا ذيك كانت تتفكروها وقتها فجأة اه اصبحت الهيئة الانتخابات هي اللي هي اللي تراقب العمل الاعلامي في الانتخابات بالضبط بالضبط اه كان فما قرار مشترك معنت قبل اللي كان يتعمل قبل كان فما قرار مشترك بين الهيئة وبين الهيكا هذة ولا معايش موجود حتى بينص القانون اه فبالتالي عند فهم برشة حاجات صارو اه من بش تتحسر معنتها الهيكا وبش والي معاتش معاتش عندها حتى دور اه هذين نجم نفهمو مرة اخرى معنتها في 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 عالم الكل شي ممكن النجم نفهمو على شرط وانو تتعمل الحكاية بنضافة معنى تتعمل بمعنى النورة اه كملنا من الهيكا الحالية وطيب شتعديه الهيئة الدائمة ونسميوها وكذا نعملو اللازم معنى قولي الى اي مداتة صح المقارنة ماروان ما بين الحالتين اه كانت تذكر في واحدة وثلاثين ديسمبر الفين وواحدة وعشرين الهيئة هيئة مكافحة الفساد اه من من ذلك التاريخ معناها الموظفين فيها معاودوا ذاو حتى شهرية اه اه وتسكرت الهيئة هي تسكرت من اه من اه ستة وعشرين جوليا الفين وواحدة وعشرين واليوم الناسية هيدا ستاتويكو ما نعرفوش عليهم حتى شي وما نعرفو حتى شي على محتويات الملفات اللي اللي كانت على ذمة الهيئة وهما تو على ذمة تشكون ومسئولية تشكون هل انو فما امكانية مقارنة ما بين نزوز هيئات اه فما امكانية مقارنة ولكن في المقارنة تقف في مستوى الهدف الاخير اللي يحب النظام يوصل له ولكن فما فرق كبير في طريقة في الطريقة اللي باش نخل نخلطوا بها للهدف هذاك لانو السلطة الحالية معنتها اغتنمت هاكل لكل يعني الموجة متاع خمسة عشرين جوليا ومتاع كل التغيير الجذري اللي صار اه في البلاد وتعدات مباجرة لهيئة مكافحة الفساد اه على اللي على اساس وانه اه وهذا تقال في عدد من المناسبات هي بيدها مشارك مشاركة في الفساد وهي بيدها معنات الهيئة بيدها غادصة في الفساد وهذا ما لم يثبت منه شيء لحد الان معناه اه ولكن تقال وقتها وتسكرت وكذا وتهزو الدوسيات يبدو لوزارة الداخلية ولكن ما عنياش معلومة قاطعة في المسألة ومنعرفوش ما قال الملفات هذيك كل معنا في حالة الهيكا لأ في حالة الهيكا هيكا بي اه يعني بشوي بشوي تدريجيا تدريجيا كل مرة نلقاو هكا حويجة لنوصلنا تاولي اه زوز اعضاء اللي اللي بشتاق في شهريهم ولحسب ما قالوا ايضا سي هشمس سنوسي في تصريحو اه زوز اعضاء اذو مستعدين بشيكملوا ويخدموا بطريقة عادية اه وما ننساوش وانو حتى الهيكا الحالية في تركيبتها النظرية راي ناقص ثلاثة اعضاء نحكيو على تسعة اعضاء في مجلس الهيئة هي تاولي دجا ناقص ثلاثة هي بطبيعتها والستة هذو ما زدنا زوز منهم قصينا لهم الشهري كما يقولوا في الكورنية المدرب واضحة الرسالة واضحة مرة اخرى ميبانا نحكيو على رسالة الرأس السنة اي وهذا اللي عبر عليه داير حتى سيسنوسي معنط هذا الفهم يفهم ماش صعيبة برشا لحكيو نمشيو للشأن البرلماني وجدول اعمال البرلمان في الفترة القادمة قاد رئيس كتب الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات في تصريح الديوانة فهم انه بشي تم عقد اجتماع لمكتب البرلمان يومي ثمانية وتسعة جنف الجاري وسيتم خلاله نظر في جدول اعمال البرلمان خلال الفترة القادمة وبين عويدات انه من بين النقاط اللي بشي تم طرحة خلال الاجتماع القادم لمكتب البرلمان النظر في موعد استأنف الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع واضاف انه اتلقى تطمينات من رئيس البرلمان ابراهيم بودربيلة حول استأنف الجلسة الخاصة بمشروع قانون تجريم التطبيع وبش يتم الانتلاق من الفصل الثالث اللي توقف النواب عنده على حد قوله بشي تجينا مشاريع من السلطة التنفيذية والوظيفة التنفيذية اللي هي تحدثوا على مجلة الاستثمار تحدثوا على مجلة المياه ويقع عليهم قريبا على البرلمان ثم مشاريع التقوانين ايضا منتظرة واحنا اعتقدوا انه الوقت حان انهم يعرضوا على البرلمان اتحدثوا على القانون المنظم للمجلس الوطني لجهة العقالين اتحدثوا على القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني لجهة العقالين اللي معروضين على طاولة البرلمان الآن هو بتاع التعريف البيومترية البصفور البيومتري هذا ما جاو الزوز أنا ومعايا ثلاثة رؤية ساك وتل الأخرين شين قابلنا السيد رئيس مجلس النواب وقلنا له كيفاش احنا اتفاقنا انه بعد الميزانية مباشرة تاني نمشي الاستئناف جلسة مقترح قانون تجريم التطبيق نهار أربعة جانفي مشتاق الجلسة العادية لمكتب المجلس ويقع برمجة موعد استئناف جلسة مقترح قانون تجريم التطبيق الأربعة جانفي وقاعة تراجع عنه الآن لأنه يقول أنه النواب مهمش حاضرين نهار الخميس الجاي باش يجيوا ورقوا الجلسة أجلت اليوم الثنين أو الثلاثاء القادم سيد عبد الرزاق عودات رئيس كتة الخط الوطني السيادي يقول لك فما تطمينات بالرغم اللي كنا نسمو فيه الكل بالرغم اللي كنا نسمو فيه الكل فانو يقول لك فما تطمينات من رئيس البرلمانت سيبراهيم بودربالة حول استئناف جلسة مشروع قانون تجريم التطبيق والله اشتحبني نقول اشتحبني نقول من غير ما يتم تفعيل المرسوم أربعة خمسين ومن غير ما كون مطمئن سيد عبد الرزاق مع كل الاحترامي شخصه معنا نحترمه برشة سيد عبد الرزاق عودات وإنسان يعني بالحق صاحب صاحب مبادئ ومن ناس اللي يعمروا في السياسة بالطريقة النظيفة بالحق عمرك ما تسمع صاحب الرزاق يقول حاجة خارجة عن الإطار أما أنا تمنيت وأنه يطرح له سؤال في المسألة هذية كان جاب حذينا نهار ستة عشرين ديسمبر الفين وثلاثة عشرين ومش بعيد برشة انعاقدة من اجتماع المكتب وأشرف عليه السيد إبراهيم بودربال شا عمل اللي في الاجتماع ذا كله اجتماع المكتب بالمجلسة مشروع قانون أساسي يتعلق بإتمام وتنقيح وكذا حسيلوا هذا كمتاع جوازات الصفر والبطاقة وقرر بأجمع الحاضرين إحالته إلى لجنة الحقوق والحريات والتوسية بطلب إبداء الرأي ولجنة الدفاع والأمن ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنها والحاكم كلهم في مجال اختصاصي يهوكهو وتمينا مراوحين مشينا نعملو في الرفي ما كانش هذا معنتها فرصة باش نشوفو وشني حكيت مشروع قانون تجريم هذا لأ نعملو أتون شوفو في أربعة جانفي في أربعة جانفي يبدو أنه حسب مقالسي عبد الرزيق عويداته حسب ما تقال له أو بالأحرى لأ أربعة جانفي ما همش حاضرين إنه ويهو منزلوا فهمت في فور منزلوا متاعبين شوية دونك شنا عملو نزيدو أربعة ولا خمسة يام أخرين ولنا في ثمانية وتسعة جانفي هذا يا مشكي إنه يشبه شوية للتعويم معناها في المسألة قشكيني هكا فما شوية شوية مماطلة تحسها مع الاعتبار وأنه المشروع القانون ذا يمقلق النس كل وما فما حتى واحد فرحان بيه وعبارة على حجرة في صبات البرلمان في معها ده بطبيعة الحال النواب المتشبثين بالمشروع القانون هذي وحقهم في آخر الأمر وهم مشرعين وحقهم مش يعملوا الشيء هذي أي كيفيش ها مشروع القانون ها سيد الرئيس قال راو جماعة والله كي إنه ما ما يسعدش المشروع القانون في سيخته الحالية ها و سي بودربالة راوغ كي ما أمكن بالمسألة ونمزلتو مشروع ومشقلنا بعض المالية بالضبط نرجعو للقانون للقانون هذي هاي صارت زادة جلسة عامة في مساء في مساء الأخرى ونحكيه على كيفاش بش نجيبه الطب وشنوال تونس هاي صارت عاملت جلسة عامة بينما فهم جلسة عامة أخرى محلولة بها هذا كل حطوا مع بعض هذا هو برلمان الجمهورية الثالثة اللي بشي نسينا في سابقيه وهذا هو البرلمان اللي رعد بششوف مشاريع قوانين ومناويل اقتصادية والدنيا ماكلا بعضها هكا في الأخير مروان فما طرف اللي هو متشبث بهذا القانون وبيطرحه مرة أخرى على الجلسة العامة أو بمواصلت نظر فيه لأنه تم بداية المناقشة متاعه وتم حتى المسادقة على بعض فصوله فما الطرف هذا اللي هو متشبث بموقفه فما الطرف الثاني اللي هو الهدف متاعه كونه نقصه ومن وصلوش في هال المناقشة هذا متاع مشروع قانون تجريم التطبيع المناورة ما بيناتهم كيفاش نجم توفى لأنه كل طرف فيهم متشبث بموقفه هذي الكلمة اللي اللي هو جعلها من بكري المناورة المناورة قلت مناور وقت هذي المناورات شوف المناورات السياسية رايحاش به حاش طبيعية أولا ساعة ورايحاش به خاطر يتمكن المتابع من أنه يفرز وهذا في بالنا معناة في زوهر العملية الديمقراطية من ناحية المسائلة من ناحية مبعد كان بيش تعمل لك الحكاية متاع سحب الوكالة ولو هي تطبيقيا ما مستحيل ولكن على الأقل أنت كناخب يجب يكون عندك كيفاش تتابع الأداء متاع النائب متاعك بيش تقيمه بالباهي بالخير المناورات تابع المسألة هذي معون صنع هذيك بالضبط لهنا وين تجي وين يتجلى مشكلة الكفاءة خاصة ومشكلة الخبرة في مرحلة ثانية هو أنه أصحاب هذا المشروع عندهم عندهم اللص عندهم السابعة الحاية تزكل اللي هو الخطأ أو الخطيئة الإجرائية التي تتمثل في أنه الجلسة العامة بدأت رو اللي حب سامحوني في الكلمة اللي حب يغم على مشروع قانون رو ما يبدأش ما يتعديش للجلسة العامة يحش من غادي الغاية رو يتعدي في اللجنة في الرجع في مزلنا نستنيه في إجابات الوزارات المعنية في فما الصبول كبيرة متاع موناورة في المسألة هذي أنت بفعل عدم الخبرة متاعك جيت في وضعية اللي تمثل خطيئة إجرائية من ناحية وأنك بديت فيها الجلسة العامة وبالتالي متنجم كان تواصلها كان نحب ونحكيه بتبعية الحال على عمل برلماني ونحكيه على سياسة في حد أدنى من الأطرة منش نحكيه منش نحكيه على منطقة متاع متاع سامحوني في الكلمة متاع تبوريب منش معديه وعملوا اللي تحب لا يدخل في حواج غري أما إذا كان نحكيه في المجال السياسي ما عادش فام نقطة منطلق أخرى غير أنه تتواصل الجلسة العامة هذيك تنجم تتواصل الجلسة العامة هذيك ونهايتها تكون بقرار إرجاع المشروع إلى اللازنة مثلا ولو يناقش أيضا بطبيعة الحال سهيل قانون تحط قدام الجلسة العامة وبدأ يتناقش وتصويت باقي خير من أنك تعمل راكم في بلكش كما كانوا ما فهميش بنوع من التوافق الداخلي يأما يتعدى مشروع القانون ويتم التصويت عليه ويضخ ولي يتابع الترسانة القانونية متع البلاد ويزين الرفوف ووقتها يكون فما ثمن للدفحة وقتها فما بوكي ميسير عربت عليه يلزم يلزم كبش في داء يلزم شكون نضحيو بيه وقتها فما كبش في داء بش يلبس كان تصير الأمور بالطريقة هذي ومن ناحية أخرى التعنت في أنه ما يتعدى وما تتواصلش على الأقل الجلسة العامة هذيك ونواصله في هالمماطلة هاو اليوم هاو غدوة هاو جمع أخرى هاو كذي حتى هو مش حل في حد ذاته الوزير الأسبق سي عماد الحمامي يحكي على مكتسبات تم تحقيقها في سنة 2023 واعتبر أن سنة 2023 كانت أحسن سنة منذ سنة 2011 على المستوى الاجتماعي حيث لما تشهد البلاد إضربات ولا تعطيل للإنتاج وفق تعبيره قال أن توينس لشهدين الصف اليوم عن المواد الغذائية هما لمشيوا صوته في الانتخابات المحلية 2023 كان أحسن منذ 2011 في أنه ما يشهدوا للناس يشهدوا صف على السكر كان أحسن عام في أنه ما فاماش ضربات وما فاماش قطع متع طرقات وما فاماش تعطيل لآلة الانتاج كنا هذا يكان أحسن عام من 2011 التوينس اليوم مشهدين الصف رينا الموقف امتاحهم نهار 24 ديسمبر 2023 وقت اللي فهم أكثر من مليون تونسي مشاو شاركوا في الانتخابات معنا فهم أكثر من مليون تونسي نقولوا لهم راكم مش هدين الصف نقولوا لهم راكم ما عندكم مش سكر ما عندكم مش حليب راكم الوضع متاعكم أسوأ وضع في الكورة الأرضية هدوما ناس ومشاوا صوتوا في الانتخابات قالوا ورانا مع المساردية ونحبوه يواصلي للأمام دوك في الأخير الـ 11.80% اللي مشاوا في الانتخابات هم أبيدهم اللي شدوا صف على المواد الغذائية حسب سعي ماد الحمامي مروين هي قراءة ماش بها إذا كان هذا العام اللي تعدى هذي أحسن عام على المستوى الاجتماعي استنوا فينا عوام شي كبير كان ذا اللي تعدى أحسن واحد مراش عندها شنو السعر المؤشرات العلمية اللي يتمكن من قول هكذا كلام قولك ما فاماش تعطي الانتاج وما فاماش ذرابت علاش شنو معناها تعطي الانتاج من ناحية ما نوضح كلامي يا سيدي أزمة الأعداد في الابتدائي والثانوي إذا كان نحسبوها تعطي الانتاج ولا مش تعطي الانتاج ولا هل معناها المناخ الاجتماعي صفا منظم في حتى مشكل تحب نقرأ وقراء معناها اللي اللي تفهم من كلام سعيماد الحمام يكون الفوسفات يخدم ما هوش يخدم الفوسفات ما لعليش رئيس الجمهورية مشي لردايف ذاك المعمل اللي ما تخلش جملة الانتاج معناها ذاك عليا عشان قتلك وين يوريني المؤشرات متع الكلام هذي كيف هاش النقابين اللي تحطوا في الحبس معناها لهذا مؤشر معناها متع مناخ اجتماعي طيب يزيد نحينا من هذيك نشوفو نحنا الارقام المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول العدد الاحتجاجات النقصة معناها في الفين وثلاثة عشرين معناتها التصور انا هو لي هو لي منيش فاهمو ما معناتها طو كيبدأ كيبدأ واحد سكر او جماعة سيدي سكروا الكياس يطالبوا بالتنمية مثلا اا اقل او اكثر خطورة من مجموعة من الاولياء سكروا كياس على خطر المدرسة ما فياش معلم هنه خير ما هنه اللي تعتبر فيها فيها بعد اوفاق قراءة سياسية وانه اللي لام خطر عن مستوى العددي وخاصة وكون نحكينا فيه زادة المسألة هذية في في اللي يتعدى وخاصة في اوج تلك الازمة هذية ما ما يقلقش معناها اللي قاعد يصير مع الاتحاد العام التونسي للشغل والغياب التام للحوار الاجتماعي حاجة مؤشر طيب وبالناحية اخرى هال 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 التعميم هذية المليون تونسي اللي مشاوا يصوت وهم اللي يشدوا في الصف ومدرش ايه جوا ما عند حاج باه يا لم هو يقصد المواطن صابر مع هذا النظام حتى تذل الصعوبات مش صحيح عدد دين مش صحيح عدد الثمانية ملايين الاخرين ولا التسعة ملايين الاخرين اللي ممشاوش مواطنين ايضا معنات هذوكم شنون عملوا فيه ميتحسبوش شدان الصف هو مؤشر الوطنية معناها علش معنات المفاهيم هكا اسحقناهم تماما المليون معنات المليون اللي مشاوا يصوتوا معنا كل احترام نالهم كمواطنين رأوا مرة اخرى نقعدوا ديما نعاودوها عندهم رسالة اما ثمانية ملايين اللي ممشاوش لا مهاش رسالة معنات هنغطيه ونخزر بعين واحدة هذوكم اي ومع المصار وذك يعني وانو الشعب التونسي والمواطن التونسي معه مصار 25 جول يا سيدي مثالش هذي قراءة سياسية النجم نختلف فاهم عاك كما النجم نوافق فاهم عاك اما ما تنجمش تغمض عينيك على ثمانية ملايين اللي ممشاوش هذوكم مش نية ما هم مواطنين ايضا وعندهم رسالة ايضا شكرا لك مروين عشوري جست خبر عجل ان تورد الجزيرة انفجار في ضحية بيروت الجنوبية في العاصمة اللبنانية انفجار ضحية في بيروت الجنوبية وكذلك اعلان حركة المقاومة الاسلامية حماس اغتيال صالح العروري نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في الهجوم اللي صار في الضحية الجنوبية لبيروت بتنرجعوا للخبر باكثر تفاصيل بعد شوية كل نهار ثنين وربعة نحكي وعلى خدمة الميهن في مختلف القطاعات في تونس مشكلهم لدي في اللي عندهم وكيفش نطوروهم كل نهار ثنين وربعة ماضي ثلاثة ونص على أكثر